مونجور دكتور فادي مونجور دكتور فادي مونجور ميري اليوم موضوع على طول عندي على طول بالكلينيك بيسألوني عندنا سيلياك عندنا جلوتين انتولرانس عندنا حساسية بدنا نفرق وانس ان فور اول شو هي الفرق بين الجلوتين انتولرانس والسيلياك ديزيز إذا فيك تفسر لنا أكتر أكيد مزبوط هالقصة كتير شيعة هلأ الفرق اللي فيه فرق كتير كبير هو الفرق بالمناعة المشكلة اللي فيه شيء اسمه gluten sensitivity أو الانتولرانس للجلوتين وفيه شيء اسمه الغلوتين allergy الغلوتين معناتها هي تفاعل مناعي الشخص الطبيعي ما بيعمله اللي عنده سيلياك ديزيز أو مرض السيلياك عنده allergy على الغلوتين يعني مناعته بتتفاعل عاطل بينما مناعت الشخص العادي ما بتتفاعل عاطل فكلما الغلوتين مرأ بالجهاز الهضمي هذا بيؤدي لتفاعل مناعي مع غشاوة المصران محل مماري الأكل وعلى المدى الطويل بيؤدي لأضمحلال هالغشاوة بيسبب أدة انعكسات من ناحية الإدراع على المصران على امتصاص الأكل من ما بيؤدي لضعف ونقص بالمعادن ونقص بالحديد وفقر دم وبينعكس كمانا على صحة العظم لأنه الكالسيوم والماغنيرزوم والفسواني بقودوا يمتصوا منيح وفيه أدي على المدى الطويل كمانا لنسبة عالية أو أعلى من الشعب العادي لسلطان مصران الرفيع أو نوعين جديد منين من اتنين من السلطان هنه واحدة اسمه لنفومة واحدة اسمه أدينوكارسينوما طبعا طبعا مصران الرفيع بينما بهالشغلة الحمد لله إنه كتير ضئيلة دونك السيلياك ديزيز أو مرض السيلياك اللي هو الألرجي يعني الألرجي معناها مانيها عم تتفاعل حتى مع كميات قليلة حتى تقدري تسيطري على هالمرض بديك تقيمي كليا لجلوتن من الأكل حتى لو في نسبة قليلة بعده عم يتعرض للمريض بالأكل هالمنيعة رح بتضل عم بتشوفه رح بتضل في التهاب مزمن رح بتضل زي الكسات موجودة بينما الجلوتر انتولرنس يلي هي إذا بدك عشر مرات أكتر شيعة يعني ندجوكيتد جاس مثل ما بيقولوا إذا عندك مريض عم مشكلة من الجلوتن في احتمال عشر مرات أكتر بنيه إنه عنده جلوتر انتولرنس يلي يعني مناعته ما عنده مشكلة مع الجلوتن بس هو ما بيتطايق هو وييه وهي دي إلى فرق إنه بيقدر يتحمل certain amount of gluten يعني بيقدر يتحمل كمية معينة مثل مثل lactose intolerance يعني في ناس على كبيتين حليب ينفخوا على كبيت حليب نص كبيت حليب ينفخوا أقل هنا وحدة هي شغلة مناعية يلي هي مرض السيلياك الثانية هي شغلة in terms of processing يعني يطايق هو أو يصرف للجلوتن بيعمل له مشكلة وعادة هنا بال الجلوتن intolerance معظم الأحيان الجلوتن مش الحق عليه هذي كمان الحق على شيء اسمه فركتين يعني الأكلات اللي فيها أو المواد الغذائية اللي فيها جلوتن بيكون فيها فركتين الفركتين هو تعرف أكتر مني هو complex carbohydrates يعني سكر شوي معقد وهيدا صعب هدمه مثله مثل اللاكتوز بيوصل على الكولوم حالما بيتم الاختمار طبعه هيدا اللي بيطلع غازيته بيعمل هو بتريفق مرة يعني بتعمليه إنتردوكشن بلا الفركتين الناس اللي بيعملوا بيعتقدوا عندهم غلوتن ما بيعملوا أي عوال ما ترجع يتعملي إنتردوكشن لغلوتن إذا شلت الفركتين من الأكل أكيد بشكل إصطناعي لأنه اتنينيات ونسوى يعني معظم الأحيان أنت تعرف أكتر مني أنه موجودين اتنينيات ونسوى بس معظم لحيان بيحطوا الحق على الغلوتن بالإنتردنس بينما هو المسؤول الأساسي هو السكر الاسمه فركتين وهذه دراستات فرجته حديثة بس بالنهاية بالأكل لما تشير واحد بتشير التاني بس حتى نكون مثل بقوله واضحين لكن خلينا نوضح إذا في سيليا حتى غبرت الغلوتن ما لازم تكون موجودة ولازم يكون العبد الأبدين يعني بالنهاية اللي عنده زوابني عن سؤال بدأ أسألك هاي دي ما يرجعوا بسرحوا من المشكلة بالمريض يعني جينيت وبتخلي أنه عكس الشعب العادي كل ما نهلأ لخمسمائة سنة قد ما عايش كل ما مرأ المنيعة رح يتويل سنست رح تحس فيه ورح تضل تعمل تفاعل معه يلي بيأدي لالتهاب مزمن بالغشوية طبعا المسران الرفيع يلي بيأدي على المدى الطويل لأضمح لالا شو بتعمل هالغشوية هي المسؤولة عن انتصاص الغذاء فبنبطل من انتصاص الغذاء بيترفق مع تلك انعكاسات على الصحة العامة بيسر يضعف المريض بيسر عنده مشاكل فقردم مشاكل نقص حديد او على الخصوب طبعا المرأة تعرف النسوين في كتير حاليا النسوين بيبرموا كتير حكا طبها نسائية لانه ما عم قدروا ينجبوا وصارت هلأ الفحص السيلياك يلي اكيد يلي كسي عم نحكي فحص مرد السيلياك مش ركولوتر انتصاص حتى ما يفهمونا غلط يلي شغلي منه كتير تلا بيقوله شيعة بس منه كتير رير يعني بيقوله up to 1% بالعالم بين 0.75 إلى 1% بالعالم world wide the prevalence of celiac disease يلي ايجين هو allergy والألرجي معنيتها ايجين عم عيد حالي المنيعة بتفاعل على شغلي مثلا بيقولي عنديك allergy على الغبرة مشكلة بتتفاعل على الغبرة ليه هي بتكون عادة جينيتك يعني انت بتكون من البنية الجينية طبعي المنيعة طبعيك ما بتتفاعل عاطل مع الشغلة وهيدا هو البيزيز طبعي المرض طبعي السيليا فإذا بأي عمر لازم واحد بيقدر يعرف إذا معه celiac disease وكيف من الشخص اللي بدي روح يفحص حاله شو هو الفحص اللي لازم نعمله كما نعرف إذا نحنا منعاني من هيدا المرض السؤال كتير منيح الceliac disease بنرفض النظر بيقدر يتشخص بكل الأعمال يعني الناس يلي هي it's all about ادي فيه مساكنة إذا بديك أو إدي جهاز المناعة بيقدر يتطايع يعني بعطيكي مثلا نرجع قصة الألرجي أنت بتعرف أنه في نيس يأخذوا دواء كل حياتهم ما بيعمل لما فيها دواء أمر بينين بيقوم بيصير خلاص بيعمل تفاعل مع الدواء بيعمل طفرة بيعمل هيدا هون وفي الانديوسيبل فاكتور بس بالنهاية بدي يكون مكتوب بجينات طبعه مثل المصاروي المكتوب على الجبين لابد أن تشوفوا العين زيت الشي so it depends a day bit genes أمتين بدوا يبلش يفرجي حالة الألرجي تفرجي حالة ضد الجلوتن عادة إذا بتفرجي حالة in pediatric cases يعني عنده ليد صغار تأثر عن نمو أكيد هذه عادة ما بيوصلوا لعنا نحنا كأطبة ناس بيرغين يعني هيك لا بس هوني كيب نعيكيسها بيكون كتير مضر لأنه سوق الامتصاص رح بيقدي لنقص غزة ونقص الغزة بتعارف ببطريين ما الولد ببطريين ما الولد هاي دي حكم الأطفال بيعرفوها والsyriac disease ولأنه عنده تاست كتير سبيسيفكة لأ بنحكي عنه إذا بدك هاي دي مثل ما بيقوله بتشيكليس طبعا كل مرة ما بيجيش لعنده ولد أو بنت ما عم تنمى مميح يعني ما عم أقصر من غيرها عندما شكل بتنقع أم أو عباية ما عم تقدر تاكل كل هولو الأخبار وما عم تنمى وما يني ضعيفي نسبة لأخويتها أو لخياتها وأقصر أكيد يعني إنه هو automaticly celiac disease وبالعمر المتعدين لما يزمطوا من عند البيدياتريشن يعني وصاروا لعمر البلوغ ساعة مفتوحة على كل الصعود يعني أنا شو فينا نشوف على جسمنا بتقدر تعطينا مؤشرات إنه يمكن إنه نحن منعاني غير النفخة ومعاصر الهضم كل عواردة كل عواردة من ناحية قديس من ناحية عواردة غير خصوصية يعني من النفخة للانزعاج لعصر الهضم للغزات للإسهال المزمن أعرف تلاقي كيف أوقت فيها تكون عندها أمسك المريضة أو المريضة بس في قصص التي تترفع بتعرف المما أنه هيده شغلة مناعية يعني مناعية يعني المناعة عم تتفاعل محل عشان هيك كمان قريبا مريضة على اثنين في عندهم مشاكل جلدية هيدي بقعتولنا حكم الجلد بيشوفه حكم الجلد هي اسمها ديرماتيتس هربوتيفورمس يعني هي مثل إذا بدك مثل حبوب بيفقوا بيرعوا على كل الجسم بالأخص على الصدر وعلى البطن وبيرعوا كتير وبيفقوا وبيعملوا ماي هوده لما يشوفوا طبيب الجلد عرفت لها كيف أوتوماتيك اللي كمان بيطلب فحص السيلياك ديزيز هيدي على سنين بس مش على طول بتكون مرتبطة بالسيلياك ديزيز يعني مرة على اثنين عرفت لها كيف في مشاكل الحمو بالتم تعرفين مشاكل الحمو بالتم هون منيح نسألتيني كمان حتى لأنه فيه بيجمث انه بيقولوا على طول بتقلوا أمه للمريض هيدي من معتك هيدي قصة الحمو بالتم من معتك هيدي مظبوطة only in 5% 95% من الناس اللي بيطلع لهم انحموا بالتم هايدي كمان كترة مناعة ومناعة موضعية بـ 5% بتكون مرتبطة بمرض مناعي بالجهاز الهضمي فيه 3 أمراض مناعية بيقدروا يترفقوا مع حمو بالتم بشكل متكبر واحدة منهم السيداك ديزيز تاني هي الكرونس ديزيز اللي هو كمان مرض مناعي بس هون المناعة مش عم تضرب الجلوتن يلي بالأكل عم تضرب بالغشاوية المصران طبع المريض يعني مثلها بتصير قلعن بتصير فيه تأرحات وفيها تأدي لزيت العوارد وزيت إذا بدك الانعكسات البيولوجية على صحته وهيك وثالث وحدة هي البهجة الدزيز يعني كمان هايدي اللي هو نارت كمانها مناعي بيقدر يترفق مع تأرحات بس بكما فيه تأرحات كمان بالخصية وحوالها القضيب وحوالها القصص النسائية هذي الثلاثة كلهم بيشدوا خمسة بالمية 95% من الناس اللي بيجونا كتير اللي يكونوا عندهم الحمو متكرر بالتم هي قصة موضعية بس أكيد نحنا بالفحوصات وبالفحص وبالتنزيل وبالفحوصات الدم إذا نعرف أنه بالخمسة أو بالخمسة وتسعية نحنا بنعرف أنه 75% من الأشخاص اللي بتعاني من السيلياك ديزيز ما بتعرف حالا أنه مع السيلياك ديزيز شو هو الفحص يلي نحنا إذا شاكين شو لازم نعمل شو هنالستابس لازم نمرق فيه لكن تعرف مثل ما قلنا كل العوارد عندنا بالجهيز الهضمي عندنا عوارد عني عوارد غير خصوصية يعني أنا حكيم جهيز هضمي بقدر إلي كلهم 7-8 عوارد لعين نفسه استفراغ وواجع بطن وكتيم وستيل ونفخ ودنبل وخروج وحرق وحمضة هو دي كل المشاكل طبع الجهيز الهضمي فيهم يتخبوا وراهم صلى عوارد كعوارد ما يقلون أي خصوصية ما نتكل عليهم عشان هيك بيتخبها كثير بس حمد الله اكزاكلي في واحد عنده غازلة يتقول له هيدا مصران الغليز هيدا ماشي عرفت له كيف سو بس المنح بالسيليك ديزيز انه عندها سيرولوجيكال تاست بما انه again هي مناعة دونك فيه اجسام مضادة ضد الجلوتن منقدر نشوفها بالدم وعندها very high specificity يعني بس 2-3% فيكون عندهم غلوتن allergy أو سيليك ديزيز منذهم ما يكونون عندهم هالتست positive والعكس صحيح نحن منستعملها كسكرينين هيدا هيدا الفحص الدم يلي هو anti-bodies منقلون هذي الanti-bodies عاتم بيكونوا positive in 98% of people عندهم سيليك ديزيز بينما بتقليلي كيف بنحط التسخيص الأساسي الناس اللي بيطلع نعمل سكريني يعني بنفتش على المرضى بواسطها والanti-bodies على الغلوتن واللي بيطلع positive بدنا حتى نأكد المرض أو ننفيه لأنه ليش ضروري تأكدي المرض هون يبحب الفو تنظر لشغلي أنه ما فينا نجرب نشيل الغلوتن لنشيل النفخة this is very important لأنه كمانا الفرق بين الغلوتن انطرنا عن برجع عيد وهايدا it's a lifelong commitment يعني كأنك عم تطلع حكم مؤبد على شخص والغلوتن is everywhere يعني انت قادر الناس فهون عطول أنه تنجرب الغلوتن free diet ومنشوف إذا بالأخص إذا المريض ضعفان إذا المريض مبين أنه في أدين وصل له فترة بيشكي ما أنا كتير مستحب قبل ما نعمل هؤل التستات وهون يبلفت النظر ليه ما أنا مستحب لأنه إذا بيجوين المريض وهذه اللي بتصير كتير بالعيادة بيشيلوا الغلوتن جرب شيلوا الغلوتن وجاي لعندك بس أنه بعضه مش محسن على الآخر هيك تستات اللي عم بيحكيك بيطلعوا نيجاتف بيطلعوا نيجاتف في المضطر نعمل لهم الغلوتن بيقول له حبيبي روح أغب لك جمعتين ثلاثة كل كله ورجعتها لأنه ما قلناه بعد الطريقة الوحيدة لحتى نأكد ونطلع هالحكم المقبل بأنه مرض السيلياك أو مرض السيلياك أو غلوتن هي بزرع لمصران الرفيع لأنه فيكون عندك استعداد مناعي أني تعملي غلوتن بس مش مانيته عندي كيه بيطلع هالتست طوزيتف هي بيبعطولنا حكم الأطفال يعني احنا حكم الجنراليس جي جي بيز بيكونوا عاملينه بدنا نأكد أو ننفي كيف من أكد أو ننفي المرض بشكل نهائي بدنا نعمل إذا بدك طبع المرض هو اضمحلال بالغشوية اللي أولي بيبين على الزرع طبعا اللي بنعمله بوسط النضور هيده الطريقة اللي بتطلع الحكم المبرم وساعتها صار يقضي كل حياته بلا غلوتن طيب إذا هذا الشخص هو كان شخص أنه معه غلوتن انتولرنس يعني سيلياك ديزيز هل في لزوم العيل اللي حوالي يعملوا نفس التاست أكيد لما نكتشف حدا عنده مؤكد سيلياك ألرجي مش يعني مش انتولرنس سيلياك ديزيز نسبة وجود بالفرست ديجري أو بالأنسباء درجة أولى يعني اخته خيه هي تن برسنت سو تقريبا عشر مرات اللي بريفرنس طبع سيلياك ديزيز اروند ون برسنت بينما وقت يكون عنديك خي أو أخب باي أو أم عملت بالسوليل اللي بعدها عنديك تن برسنت ريسك انه يكون في سيلياك ديزيز وإجان مما انه عنا هالتست الحلو يلي هو كلهم لازم يعملوا أكيد يعني لما نقع ولاد اخويته وخييته كلهم لازم يعملوا ونتا نختم آخر شي دكتور كرمال الأكل يعني الشخص يلي مشخص انه عنده سيلياك ديزيز كثير صعب عليه مش بس بالبيت عم نحكي بالمطعم وبالرستوران وبالعائلة انه يعاني من هالمشكلة انه لازم يقطع الجلوتن كيف بتصير كيف تاخده يعني المريض كيف بتساعدوه مع العائلة مع كل شي لكن القسم الكبير من علاج انا موقعنا كالطب جهيز هضمي بالسيلياك ديزيز وموقع تشخيصي وبعدين متابعة بس اللي بيعمل الشغل الكبير وبدو متابعة هو أخصية التغذية لأنه المريض بينبسط انه ما في دواء تفكر حياته وهون اهميته اهم غلطة اقل غلطة مثل ما قلت انت يعني نحنا نحنا منقوله للمريض ما راح تستحسن بعواردك النفخة وكله قبل بالميتي شهر وما منأكد اذا ناجح او صائد النجاح والسقود بدو يكونهم حسن بس هيدا منه كيف بدو يتحسن كل الناقصات اللي كان عنده عنده فقر دم عنده نقص بالكالسوم ما منعيد قبل ثلاثة شهر هالفخصات وبسي نلحقها تدريجية ونحن تتحسن بشكل بطيء ليه بشكل بطيء لانه لحتى بديك تعطي وقت لهالغشاوة يلي وصلت لحالة القضمح اللي ترجع تنمع ثم ما منعيد النضور وبنأكد اذا المريض ناجح او صائد قبل سنة بس فيك تبرشي تعرفي اذا المريض ماشي عالطريق الصواح يعني اذا فقر الدم خف اذا الكالسون بلشي على هتعرفي اذا بحيلي هنه هول مارك انه بلش يمتص ولا لأ سو بده متابعة بس القسم الكبير ان الشغل بتعمله وقصية التغذية لانه هي علي اذا اختشفنا انه مريض بارح مكانك ما عم يخد وزن بعده هيدا وين بدأت تعمل معه ضايري وتعرف وين الغلط وين الصح جان لانه هيني تعملي غلط يعني بعطي مثلا عطول بعطي المثال انه عالم بتحب السوشي السوشي وين فيه جلوتن مكنه رز وهايدا بتحطيله صويا السوس صار فيها البطاطا البطاطا المقلية وين فيها جلوتن فيها كل بطاطا المقلية اكل تشيبس صار فيه جلوتن يعني الجلوتن بيفوت بكتير وما تنسى غبرت الجلوتن يلي موجود وين ما كان مرسي كتير دكتور على المعلومات الكتير حلوة وان شاء الله تكونوا استفدتم معنا اليوم بحلقة جود فود